سبعة الخير او ما فيها الخير على برج العزراء. آآ برج العزراء اللي كراءة النهاردة العطيفية ليك نخش على الطاقة العامة ليك. آآ برج العزراء آآ انت خارج من علاقة آآ او في علاقة ولكن شاعر بان هي آآ في نهايتها او متقلم من شيء حدث فيها نجمانة قوي على الاشياء اللي عملتها وقدمتها في العلاقة دي. والزبط وبتفكر في الرحيل بالفعل. وزعلان قوي على الحاجات اللي عملتها كتير قوي. ولكن آآ يعني انت زعلان على الباص في العلاقة ولكن في حاجات تانية حلوة في العلاقة ما انت شايفها يا برج العزراء. ومقرر الرحيل. ولكن آآ في حب في العلاقة دي قوي انت كنت بتحب حد او 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 هو بيحبك ما زالي يعني. طب نشوف كده مشاعر آآ. انتو خبطتوا ببعض ولا ايه. يا رب ان هي تطلع حلو. ان شاء الله حلو. برج العزراء آآ زي مقلت لك انت خارج من العلاقة او في النهاية بمعنى عطاق. آآ يعني خلص بتقفلوا العلاقة مع بعض. جراحته ببعض قوي آآ هو متقلم منك قوي 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 قوي. آآ آآ يعني في قمة الالم. في قمة الالم. آآ ممكن تكون قلت لبعض كلام سخيف. آآ اوجهت له اهنات. اوجه لك اهنات. لان آآ انت شاعر بانه خدعاتك. وآآ شاعر بانه دي حتى عليك عليك. بص انت انت ندماني. انت فشد ندمك. انت زي ما تكون بتقول يا ريتني ما دخلت من على القديم الاول خالص. يا ريتني حتى ما ما فكرت فيه. فا ولكن فيه كوبين في الآخر يا برج العزراء ما انت شايفه. ممكن تكون انت ظالم الشخص ده. ممكن. لانه متقلم قوي. حتى لو بيظهر عكس ده. ولكنه في قمة الالم. والحصرة والندم. وفي قمة الواجعة. وانت شاعر بانه خدعك. ودحك عليك. ممكن يكون خب عليك انه بيعرف حد تاني. او ممكن تكون اكتشفت شيء تاني. ممكن تكون اكتشفت طرف تالي. في العلاقة. ممكن يا برج العزراء. وانت كنت بتحبه قوي. لان هو اخي تلات سيوف. ممكن يكون تكون برج. آآ قصدي ممكن يكون علاقة ثلاثية. عشان كده انت حاس انه اضحك عليك. وانا شخص ده كذب وكان بيضحك عليك كل الفترة اللي في حالة دي. آآ طيب. هو شايفك ازاي? شايفك ان انت شخص آآ شايف ان انت متقلم. يعني هو هو متقلم. وشايفك كمان ان انت متقلم. يعني هو عارف ان انت تعبان. وممكن يكون آآ يعني انت متدي الوش ان انت مش همك حاجة. بص. ان انت ماشي. ومتديره دهرك. بس هو عارف ان انت تعبان على فكرة. وعارف ان انت مطلع له الوش الخشب ده وان انت مية مية. ولكن انت تعبان. ما بيتنامش. وبتفكر في كل حاجة حصلت. وانتو الاتنين خبطتوا ببعض وخلاص. انت شايفه ازاي? آآ انت شايفه ان هو بيدافع عن نفسه. آآ ممكن نقول ان ان انت اكتشفت حاجة عن الشريك برج العزراء. ولما وجهته بالشيء ده هو بدأ يدافع عن نفسه ويقولك لا والله ما حصل. والله انت متهمني وتقوله لا انت كذب. انت شخص مخادع. انت خدعتني انت تحبت علي. وآآ وآآ. عشان كده هو مجروح منك. وتعبان اوي 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 اوي. وبيدافع عن نفسه. كل ما ديك تكلمه في حاجة يقولك والله ما عملت. والله ما سويت. والله ما عملت يعمل حاجة. وانت زعلان اوي اوي. عشان كده بقولك انت في حاجتين مش شايفهم ورا. انت مدي بص بص عالتلاتة اللي اندلقوا وسايب الكوبين اللي ورا. ممكن تكون ظلموا يا برج العزراء. اه برج العزراء مشكلته ان هو بيحكم على الحاجة هو ده مش هتزحزع مش هبتحتها وبيحكم عناس بسرعة. طب هو ايه الخطوة اللي عايز اخدها بقى? يعني بعد التلات سيوم دي ايه الخطوة اللي عايز اخدها? الغريب ان هو عايز استقر معاك. شوف اما بقولك الغريب بقى ازاي واحد مجروح من واحد عايز استقر معاك. هو بيحبك. وشايف ان دي العلاقة المثالية ليه اصلا. وما الايه اللي حصل? انا بقولك انت ممكن تكون انت ظنت فيه ظن معهش. او يعني وصل لك كلام عنه ان هو عارف حد غيرك. وهو مش عارف حد غيرك والحاجة. ولا في اي حاجة تابع. وممكن يكون فعلا انه علاقة صلاحية? وانت عارفت بالطرف الثالث ولكن انت الشخص الاصلي عنه. ممكن يكون الثالث ده بيتسلى معاه او علاقك كده يعني عشوائي. اه لكن انت الاستقرار. انت الزوجة. او انت زوج. انت شخص المستقر معاك. اه الخطوة اللي انت عايز تاخدها يا برج العزراء طبعا باين جدا انت عايز العدالة تحصل. انت تعبان اوى على فكرة. لعلمك. انت حاسس بالخديعة. وعايز بقى العدالة اللي هي اللي هو الكرمة تحصل. وبتقول ان الكرمة دي لازم تحصل في العلاقة دي. او بتقول ان ان انا امشي وسيب العلاقة هي دي دي لك كرمة. فعشان كده انت ماشي. انت فعلا انت مكرر تمشي. وبتقول في عقلي بالك ان هي دي هي دي العدالة. هي دي العدالة اللي مفروض تحصل. العدالة ان انا امشي او العدالة ان هو يجي بقى ايه يصلح الموضوع ده كله. بالاخر كده على البلاطة. فهو شايفك الاستقرار. مش شايفك سوري هو عايز ايعمل الاستقرار. وانت عايز العدالة بالاخر. العدالة بقى ايه? لو هو فيه طرف تلت. لو سمحت اتجاوزني. واسبك من طرف تلت ده. او لو سمحت لو انت سيب الطرف تلت ده وركز معايا. لو هو بيعرف بنات لو سمحت سيبك من البنات دي وركز معايا. اه لو هو جرحك. اتفضل صالحني وفهمني. ليه بقى بقول كده? لان لانه شايف العلاقة هو اصلا شايف العلاقة انت ممكن تكون بتتعمل مع حدا من برج الديوزاء. اه شايف العلاقة ان ان هي دي العلاقة اللي هو كان يطمح بيها. العشاء. زل فرز. شايف ان انت السلمي بتاعه. انت الاستقرار. انت اللي هتحقق له كل حاجة في الحياة. والله هو تعبان جدا. مجروح منك قوي. كانش متوقع ان ده يحصل على فترة. انت شكلك ظلم يا برج العزراء. لانه بيحبك قوي. وممكن يكون فعلا يعني مش خدعك. خب عليك حاجة. ولكن هو في الاصل شايفك الاستقرار. وشايف ان انت السلمي بتاعه. وانت الشخص اللي بيحبه وهيفضل يحبه. طول العمر بقى. شايفه قبل. وانت كمان شايفه الاستقرار. مش بقول لك انت ظلم. انا بقول لكم برج العزراء مشكلته بيتسرع. ممكن انا بقول لك انت في حاجة وصلت لك على الشخص ده. وخدت القرار سريع. اه باي 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 باي. وشايف ان هو ده المفروض يحصل لأ مش هو ده. مشان ده الاستقرار. دي العلاقة. العلاقة دي استقرار. انت شايفها الناس تقرار على فكرة. وشايف ان هي حاجة حلوة. وهو كمان شايفك انت السلمي بتاعه. فليه بقى ده? ليه اللي لدي كله. اه سوري انقطع انا قطع شوية الفيديو. نكمل مع بعض. فالنصيح عليك ان انت قد قرار بقى. وبطل بقى اللعقة ده كله يا بورك العزراء. ما سمعت? وبطل بقى حوار انت بتخدعني. وتوجه اتهمات للطرف التاني. على اسس غير مبنية اصلا. ما بيش حاجة مبنية بكلها اوهان تجنغك. كلها اوهان. اهو. اخرج بقى من ليلة العشر سيوف دي اخرج. اخرج بقى يا بورك العزراء من الليلة دي. خد القرار بقى كده. انت متأبس عشر سيوف وهو شايفك انت كمان من تسع سيوف. انت عامل يعني بتوهم نفسك بان شخص اللي معك كدب. وانه نصاب. وبيخدع. وحرامي. كل ده فيه. وهو راجل ولا في حاجة. راجل بيروح ينام. ويصعى الصبح. يلاقيك بيقول له اه. ها قضيت الصهرة مع مين النهار دي ستي والله قضيت ولا بتاع. اخرج بقى برا دي. واخد بقى قرار بقى حزن بقى مع نفسك. واعدل امورك. اعدل امورك. واعدل تفكيرك. آآ راجل بيحبكم يعني يا برج العزراء. يا ما ليه اكتر من كده مش عارف. برج العزراء بيصدر احكام على الناس في سانية. في سانية. متسرع اصلا. يعني برج ترابي. بس متسرع. طبعا بتتعاملوا مع برج ترابي. او برج مائي بردو. طب نشوف المبتعدين عن بعض. هو شخص المبتعد عنه. مشاعره ايه? كنت ده ظهر تاني. الظهر ان الشخص اللي انت في الاولاني اللي انت قفلت معا ده. ميته ايه طيب? ده تعبان قوي واخد ثلاث سيوف وده العشرة ميينة هون. يعني انت هريتو. ده انت قلت له تعالى بقى ما استلمك. ميته ايه? حرام والله الحرام اللي بيحصل ده. مش معقولة. مش معقولة يا برج العزراء. ده تعبان منك وفي نفس الوقت ممكن يكون ده سيناريو تاني. انا هشوف بس كده بتأكد من حاجة. لو همش السيناريو الاولاني فان هشوف السيناريو التاني. هل ممكن يكون عايز يخرج بقى من من الكوكبة اللي عصلت في دي ولا ايه? آه. ايه 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 ايه. آآ 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 تعبان قوي 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 واخد طبعا العشر سيوف. وآآ يعني شوية غدر لطيفة. هو عايز يعمل ايه? نيته ايه طيب? نيته ان هو يخرج بقى بره الليلة اللي هو عملها دي بكل بدو يمشي. من ايه من العلاقة? لا يمشي من ما اللي حصله ده كله عموما ويستريح بقى. لانه تعب قوي عشر سيوف كتير عليه. كتير عليه قوي برج العزراء. لو انت اللي عملت بيه كده فارق. وآآ وطبعا حاسس بالغدر طبعا. وبس نيته مش يقدر. لأ هو نيته يخرج. يخرج. وآآ ويعيد بقى التوازن التاني لحياته. ويحتفل بقى باللي عنده. تمام? ويكون برضو ممكن يكون ناوي يرجع. عايز ياخد قرار اهو. آآ. ممكن يكون عايز يديك فرستان. ايه? نلجح مع بعض ونكمل مع بعض التسع كبات. بس هياخد فترة استراحة الاول. وبعد كده هعايز يرجع ويبتدي بداية جديدة. اوكي? وممكن طبعا اسماله التاني ان الشخص آآ مجروح منك قوي قوي قوي. وآآ ونكرر ان هو يخرج برق العلاقة. وآآ يستريح بقى وبعد كده يبتدي بداية جديدة مع العصو. خالص. بيه ده عملك? ثانية واحدة. عشان مسلنا الزيديوة الفيزة. آآ يعني يبتدي خالص بقى ويبص لحياته ويبتدي بداية جديدة مع نفسه ولكن قرار حازم يعني ما فيه شركة. يبص لقدام ويمشي. سلام عليكم السلام. لما هو يعني على اخر خالص. اعتقد ان هو ده الشخص الاوليني. ممكن يكون للعكس. انتوا اللي تعبانين وهو اللي غطب فيكم. طيب الجاي في طريقة ايه بانت العزراء? لو انت شخص عايزي فمش مفتبط ولا حاجة. زي كاري جات. ايه بطريقة ايه بان عزراء. بما انكم عزار بقى فانغير بكروت كده عشان نغرل حاجة. الشخص الجاي في طريقك. مشاعره ايه? وانيته ايه? الشخص الجاي في طريقك اه الشخص ممكن يكون كان مبتهد عنك. وعايز يرجع مرة تانية. لان مشاعر جديدة عايز يعمل مشاعر جديدة ان مشاعره ماتت تقريبا. وعايز يعمل ولادة جديدة لمشاعره دي. وممكن يكون شخص برضو جديد خالص ما عرفقش. وعايز يعمل ولادة جديدة لمشاعره. ويناوي على ايه? طبعا ده كارت الغموض كله. هنشوف دلوقتي برضو. قضيحات. تايمان برج العزراء وبرج الجوزاء. القراءة بتاعتهم بيجب اغريبة. اه شخص قديم او كان يعرفك شاعر بينك وحش قوي 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 قوي. او جيت على باله اه فاجئة كده مشاعر بانه بانك وحشته. وعايز يرجع مرة تانية. وطقيبا كان مقطوع بينك التواصل. ممكن يكون كان فيه بلوك ولا حاجة. او مسلا مسحين بعض منها الفيس. وبعت اه تاني وعايز بقى يرجع تاني للذكرى ايه. فبقى مشاعر وايه? اه مشاعر زي ما قولت لك بيقفل حاجة قديمة وهيقبصوا الكرتين المتنقضين يعني. حاجة ميتة وده الرش نفسها. اه فهو اه مشاعره اه تقريبا لحد قديم زي ما قولت لك وخلص المشاعر. اه بيقفل عن مشاعر القديمة. وبيفتح مشاعر جديدة. عايز يعمل ولاية جديدة للمشاعر. عايز يرجع تاني المشاعر دي قديمة. الحلوة الجميلة اللي كانت ما بينكم. اهي. بصوا. دي حاجة ماتت ودي حاجة بتتحيي من قبل. عايز يرجع المشاعر القديمة ما بينكم. وزي ما قلت لكو حد كان معطوع بينكم التواصل. ناوي على ايه? ناوي انه يعمل تغيير. تغيير في العلاقة. اه ده البرج المنفكر. يعمل تغيير. زي تهوري. تغيير مفاجئ. وفجأة كده هتلاقوه دخل عليكم وانتقبر لكم ده تواصل سريع. حد بيتواصل سريع جدا عشان كده داخل عليكم الداخل اللي هي ايه? سأل كده كده انا بحبك وعايز ارجع. فانوي يخرج بقى برا الغموض ده. بيعمل تغيير. زي تهور. ايه معلش هبيرجي لعزراء الحاجة اتوصلت مني. التليفون فهكمل بس اخر حاجة انا عملت هنا هو ده كانت كده. فانا عملت توضيح الزتاور. ايه? وهو عايز يرجع مرة تانية ببرج العزراء. وعايز يرجع المتحكم في العلاقة. وعايز يدي العلاقة دي فرصة تانية. وشايف ان ان انت المناسب ليه جدا يعني. بص هو ده نفس الكارتة اغلبالك. شايف ان انت الشخص المناسب ليه. وعايز يرجع العلاقة دي تبقى زي زمان بالزبط. اوكي. لكن انت بقى عملت عليك انت انت بقى مش عارق. انت واخد احتياطاتك منه قوي لو جي قدملك العرض ده لان ده عرض سريع. اه دي مش حاجة بطيقة. ده عرض سريع جدا. واحد جاي اه اه سلام عليكم وعليكم السلام انا انا جاي اخذوك. ايامنم احنا سيبين بعض بقى انا سنة بس انا جاي اخذوك. فانت هتبقى اللي هو ده تتحرم. بتحكي علي. ده بقى انت برضو لسا بتحب. انت كمان عندك حنيل لي على فكرة. ولكن بتخبي ده. البرج العزراء يعني ما 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 يعني اتوصاش وحورة انه يخبي يعني. وعلى فكرة هيبقى نخبي كمان مشاعر وهو كمان. مش هيبقى لك مشاعر قلبي. واا 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 هيبقى فيه غموط. عشان كده انت هتبقى خايف منه. متبقاش فهمه. وارجع ليه. وارجع من اللي رجع يسلم علي ولا راجع ولا راجع يخدعني تاني عشان كده انت ايه متخاف من قوي فبرج العزراء هو شخص اه بيحبك وقدر تتعامل مع برج مائي جوزاء وعقرب دارينا اتنين عقرب قوس وبردو برج الحوت وبرج هوائي ممكن اه ولكن هو برج قضي عبد صادق يعني ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة واتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله وي الله يكا كمامهم جدا شكرا